موزيكة فهم تبع الموشة وكنا ننتظروا بش نكمله مع العام يعني ب3600 مليون دينار لكن كمنا ب6500 مليون دينار عجز إلى جنب حديثه على عجز السنديق الاجتماعي اللي بلغ 1648 مليون دينار أدى أيضا إلى مديونية في الكنام ب1400 مليون دينار كان تفسر لنا هذه الأرقام ومعانيها تفضل سيتي هي بالفعل أرقام مخيفة كنا سمعوها لأول مرة وكما كنتش معنا نقولها بنفس الرب من الجرأ لكن بترجمنا نعطي عنوان الخطاب سيد رئيس الجمهورية رئيس الحكومة هو تجاوزنا مرحلة الحذر وانتقلنا إلى مرحلة الخطر هذا هو العنوان البارز اللي نجب أن أعطيهه الخطاب سيتو وحمل معناها المسئولية للبواطن وحمل المسئولية كذلك ربما الضعف أداء الحكومة السابقة والاستبرار معناها في الحكم وغياب معناها برامج تنموية وغياب معناها مجلة الاستثمار هذه هي من الأسباب بالنسبة لي اللي خلانا وصلنا للوضع هذا اللي انتقلنا كما قلت لك من مرحلة الحذر إلى مرحلة الخطر الأرقام اللي توجع شوية واللي بالحق تخلي المواطن يخوف هو العز في الميزانية بتاع الدولة اللي من 3.6 بيش تعدل 6.5 معناها عنا زوز فاصل 8 مليار دينار باللغة درجة متاعنا 1800 مليار من مليماتنا باش يزيدونا في النقص دولة في الميزانية متاعنا وهذا بتبعت الحال باش يأثر على توازن بالتوازن متاعنا ويخلي خلي الدولة تفكر باش يتغطي العز هذاء ومعندي هاش معنى طرق أخرى باش تغطي العز هذاء ما تبشي للسوق الداخلية ولا البنك المركزي وعن طريق البنوك ولا تتحول الأسواق العلابية وفي كل ترحالتين مش تلقى صعوبات اليوم نظرا الوضع اللي عليه المؤسسات هذه في مواصل تقديم الدعم للحكومة لكن كي هو مقام هاش أكثر نحاول أن نفسره المواطنين منين جاءت هال 3 مليار دينار معدل 300 دينار للزيادة في العجز جاء من 1.3 مليار 1300 مليار من المليمات جاءين من زيادة في النفقات بما فيهم نفقات في الأجور متعدين فيهم نفقات أعطاها خبريكا تسنتي نيجي أعطاها العديد من الأرقام النفقات مثلا في الأجور بـ 385 مليار 300 مليار زيادة للدعم زيادة للسيناري بيس وندوق التعويض 315 ضد الإرهاب 320 زيادة في الخدمات الدين إذا غير ذلك معناها ثم مبرر في الزيادات هذية ليه وقت معناها وماش الكل هماش الأسعار باش من خوفوش الناس 28% من الزيادات هذية 28% معناها هي ماشية للزيادة في الأجور والباقي عنده أسباب أخرى خطر الناس كلتا في بالها إذا كان العجزة ذية زيادة وكله جاي من الكتلة الأجور لا هي عنصر على أسعار كتلة الأجور مو خيفة لما حالة لكن عنصر في 2016 نحكي متخلش لـ 2017 ونهي كذلك عندنا نقص في مداخلنا الجبائية اليوم إذا كان ما تماش نمو اقتصادي متخلقش ثروة متجمش تلم للذرايب عندنا 1.6 مليار نقص من المداخل الجبائية سواء الشركات النفطية اللي لأسف شديد أسعار النفط هي في صالحنا من ناحية التوريد لكن جد ضدنا في من ناحية معناها مداخل الجبائية متعنا مربيحة متاحة تنقص فليهذا المداخل متاحهم كذلك تنقص بالنسبة للمداخل الجبائية للدولة وعندنا زيادة في النفقات بـ 1.3 مليار وعندنا نقص بـ 1.6 مليار في المداخل الجبائية هذا يعطينا قربة 3 مليار اللي يزادون لإضافة على العز الكبير هذا من ناحية طب سريع ما نهولوش الأمور ما هيش في كلها أجور 28% أجور والباقي متفرق كما قلت لك على زيادات أخرى الشيء اللي جلب انتباه هو نسبة التدائن اللي يكون الحد نهار صبت الناس كل اللي كانت عنا براتيكم الناس اللي ما يعرفوش الوضع عن قريب نسبة التدائن هي 53% والنسبة هذية اللي نسكنت اخدينها من قانون المالية الـ 2016 لكن في الأثناء صارت أي شيء أخرى غير منتظرة اللي خلات النسبة هذية توصل 62% ربما لأخر السنة شنية الأسباب هذية هي ثلاثة أنواع من الأسباب خلات النسبة ثم 8 نقاط زادوا 8.5 8.6 طريقات زادوا مش تعدينا من 53% نسبة المديونية من غلطوش الناس زادا مش معناها خرجنا تدائن اكثر من لازم كيقول نسبة تدائن زادت مش معناها كان عمناه سلفت مية سلفت مية وعشرين النسبة لحنا هنا عنا 6.5 مليون دينار معناها مليار دينار هي هذيك هذيك حجم التدائن في 2016 اللي وافق عليه البرنامج وفي ميزاني مخلناش أكثر ما زادنا زادنا عليها حد شي طواب نزيدوا عليها زوز مليار دوات اللي جات ما الظرف لست نال يقلت لك عليها هذي زادها في الأجور إلى غير ذلك كنحبوا قسمها بتنسيش سعر الصرف سعر الصرف زادها كذلك رأوا مش كيما كنت الدولار يجيب دينار وتسعمائة وخمسين كيما اليوم يجيب دينارات وميتين هذي أثر وتحدث على تراجع الدينار خمسة وعشرين في المية لا خلينا ذاك خمسة وعشرين في المية كيحب نقارنا نقلنش بل فين وعشر كل عام وعام بيشري في فرنس الفين وعشر تفقنا أنا قارنا عمليون الحكومة نجمناه عمليون القديش طرح خلينا نصاله أنا تقوم في التسعة بالمئة التسعة فالسبعة في المئة من أول عام التوا بالنسبة للدولار وثمانية فالسبعة بالنسبة للورو معناها ما يش ما نهولوش لهم كي ناخده فين عام فين وعشر يبان كل شي كبير خلينا نعالجه لقد اقتصاد وعنا كل وضعية وضعيتها فين وعشر نساه وفادة فين وعشر هاتنا بديو اللوم من المستقبل كيفاش نصلحوا لي عنا خلتك يقولها فين وعشر وتعطي رقم ديم يبان كبير ما نهولوش لأمور زادة قطلك شنو اللي يخلانا هذاء فماش كل قاعد يهول في الامور هذي رئيس حكومة هذي هو اللي يقدم لارقام شوف اللي يبني معناها التحليل والاقتصادية بالمرجع من عام 2010 رانا 2010 انتهى في 2010 صحيح يزيبنا ديما مرجع لكن نحاول العام وعام ونستشف في المستقبل وننقلش نبنيه على الماضي إذا كان نفشلنا في الماضي معنا نقضه شدين في الفشلة ذاك وإذا كان نجحنا وفشلنا اليوم ونقضه ديما فنية كتعمل حسابة بان معناها لرقامة كبيرة مش هذي اللي حبيت نقول منين جات هالستة نقاط من الوصنة 62 من 53 جات كي ما قلت لك من أولا الزيادة هذية متاع النقص في الدعم والنقص في المداخيل الجبائية والزيادة في النفقات هذية تمثل أم بي بري ثلاثة نقاط من لجل المحل الإجمالي ثلاثة نقاط زيادة من 53 زيدهم النمول الاقتصادي متاع كي تيح النمول الاقتصادي متاع معاش تامع خلق ثروة شي سيد المداخيل جي بأي نتاعك تتيح هذي كي تجي زوز نقاط من لجل المحل الإجمالي دونك عنا ثلاثة واثنين ولا وخمسة من خمسة وثلاثين وزيدهم خمسة ولا وثمانية وخمسين كيفاش نوصل الثلاثة وستين اللي أعطاه هي جاية ما قلت لك سعر الصرف السعر الصرف اليوم ثلاثة فاصل براتيكمو ثلاثة فاصل ثلاثة فلمية دونك نقاط زايدة جاية مناش من ضعف الصرف متاعنا من ضعف الدينار التونسي متاعنا شي وليه واثنين وثلاثة وثلاثة فاصل ثلاثة يجيو ثمانية فاصل ستة ونوصل ثلاثة وستين فلمية ما هيش ثلاثة وستين فلمية عاوض نقول راهو مش معناها خرجنا للسوق العالمية واخذينا قروض أكثر من قروض اللي كانت برمجة في 2016 هذين نحب نأكد عليه خطر ثم فهم غالط اليوم نسمع فيه في الشارع التونسي اللي الناس في بانهم في 2016 خرجنا لدينا نقول لا عنا 6.5 مليار دينار برمجة في 2016 باش نوصلولها لكن الظرف الثنائي اليوم اللي خلى سعر الصرف الدينار يتياح واللي خلى زيادات هذيك في الأجور ولي حدثتك خلينا خلينا في عجلة ميزانية كبيرة خلينا نفكروا اليوم بغن نغطيوه اللي غطيوه العجلة هذي هذي فيما يخص امورنا واضحة فيما يخص ميزانية الدولة فيما يخص 62% فش معناها راهوا عاود أكد ونقول لآخر برة بخرجي تسلفنا أكثر من اللي كان ننبغمش في 2016 شي يعمل الكيف واضح الفكرة هذي هذاش معناه شي يعمل الكيف هم تفهموهش اللي هذه الوضع جيد وجميل وطيب أما حبينا نفهم هذا نقطة أخرى لأنه بعض تحدث على الوضعية الاقتصادية سيد يوسف الشاهد وتحدث على عجل السنديق الاقتصادية الاجتماعية الاجتماعية تحدث بعض على السياسة التقشف وإمكانية مرور الدولة لها وقالوا أنه هذه يعني السياسة التقشف هي أنه الدولة تضطر إلى التقليص من مصاريفها في الصحة في الزمن الاجتماعي قد تضطر لتصريح ألف المواظفين كما قال هو دفع الضرائب تولي رفع الضرائب على المواطنين والمؤسسات إيقاف الاستثمار في التنمية وفي البنية التحتية هذية إجراءات التقشف ووقتيش نجم تمشي لها دولة وخاصة هل تنجم تاخذها تونس في عام 2017 وارد جدا في 2017 وش 2016 بداية 2017 إذا كان وصلنا على نفس المنويل ونفس التفاقيات اللي عمناها على الاتحاد بالخصوص في زيادة في الأجور اللي قدرها سيادته بألف وستمائة مليون دينار معنا مليار فصل الستة نوك هذية في 2017 أجور بعدها زيادة في الأجور وبنحة خصوصية إلى غير ذلك وزيادة في منحة الإنتاج والإنتاجية أذوكم الكل متكلفوا ببري ألف وستمائة إذا كان وصلنا هذيك ونسبة النمو متاعنا من وصلوش الـ 3% اللي برمجناها في 2017 دوق المداخيل الجبائية متعنا باش ننقص وزيادة في النفقات متعنا باش تزيد باش نلقا وروحنا في ظرف اقتصادي استثنائي علاش لأن العجل في الميزانية اللي طوى 6.5 باش يوصل الـ 9.9% معنا عندك 9 مليار دوار دينار لازم تخرج جيبهم ومليش مستنسين في تونس نخرج ونقترضه 9 مليار دوار دينار حتى تمشي للسوق الداخلية متعنا ولا تمشي لسوق العالمية مليش متعودين مليش متعودين مخرجنين مليش متعودين مليش متعودين عمرنا وصلنا لنقل المستوي هدايا ربما في العجل في الميزانية مليش متعنا يعتبر عجل مرتفع شنو الحل مش اللي صلوتي تسعال الحل تنتقل للسياسة أخرى هل نسميهم معنا الإسلاحات الموجعة الإسلاحات الموجعة هذو تتقعى عن طريق التقشف لكن هذي تتخيميس ما ثم اشتفاق ربما بيكون ثم اتفاق احنا مش نصبقوا لحداث احنا ثم حل اتنقل ثم تراتيك فكرة نوع من الحلول نقترحها هنا وربما ما شافع يمشي فيها سيطرس الحكومة يفتج مشي فيها ثم حلولنا مش منوصلوش الوضع هذيئ ديما نقول الوضع صعيب لكن من ديما نكونوا على قليل الحلول في يدنا فهمت الوضع صعيب لكن في يدنا حلول نجمو نعملوها مش صعيب اللي حبيت نقول لك نجمو نوصلو في الوضع هذيئ في الوضع سبعتاش يكون وضع في الوضع بالحق صعيب لان شو مشكلنا نسبة النمو متاعنا اراه احنا برمجنا 2.5% مش تخلق الثروة تلقى روحك اليوم معناه وبعد 2% تلقى روحك اليوم في افضل الحالات نعمل 1.8% سيادته قال سيادة رئيس الحكومة قال 1.5% انا فيجعني وخلي بيشاريك فيجعني لان التقديرات الحالية السمسطر اللولى 1.8% ان شاء الله نفوتوهم ان شاء الله معناها مش تمانيات هي ان شاء الله معناها في السمسطر الثاني هذيئ ننتقده بنسبة نمو ارفع لان شنوه احنا احنا كتقارن عمناول وسناء السمسطر الثاني بادي عنده شهرين 1.2% معناها عمناول 1.1% ايه عمناول عملنا 1.1% نسبة نمو في السمسطر الثاني السمسطر الثاني عملنا 1.2% نسبة نمو في السمسطر الثاني ولكن ثم بوادر من فراش السياحة رجعت عنا شوية صديرات اذا قد ترجع بنحيط الفصفات كي ترجع السياحة ما نرجع كل ما طالي السياحة تنقل يتحسن فهمت ثم معناها بوادر تخلينا ربما نوصل 1.8% الا ان 3.2% متعارفين وسبعتاش كيفاش موصلونها هذا مشكلنا كيفاش نوصل 3.5% 2017 باش نجم خلص هذا هو باش نجم خلص هذا يبتدي من وضع سياسة معناها حسب اعتقادي الكورة موجودة مش عندنا حكومة بركة مش معناها في وزارة المالية لانا وزارة المالية باللي عملت من سياسة تقشف تنقص في الوجور ولا تحدد في قيمة الوجور انا مش معناها انطرد الخدامة هو حل من حلول عطاه تم حلول قبل ما نوصل وانطردوا الناس لكن ايه معناها واحد كان يخلص في ثمانية مئة تالفي والي يخلص في ثلاثة مئة خمسين والا ربعمية والاستمية تالف مش بالحدة ذاك يتوصل يتهم على النصيب فهمتي هذا ما عندك حتى حل اما يقاذ بلادك هذا هو الحل باش نرجع عليش لاخريين غلطوا وانا نصلح كانت خلنا في العقلية دي ما عش تقدم مش خليوا البيت تفلس معانيا معانيا ما عش تلد لانت انتدرس من دولة دولي ولا تنتظر للباد ما عشتك هاته مؤسسة باش تمولك اذا كان انت مكش قادر باش فيه ابسط الاشياء معانيا في اللي في صالحك في مستويك باش نجي مش تعبلي ونخدوه على اللي نبكي وعلى الماضي وش بيه هذيك معطناش وش بيه هذيك غلط وش بيه نخلص نفطوها العقلية هذي حبيت نقول لك إذا كان معانيا لا تأكفاش الجي نقول لك الكورة معاش وزارة المالية الكورة اليوم عند سيزياد العذاري عند وزير الصناعة وزير التجارة وان شاء الله يرا صباح فيه ونقول لك ارهوا إذا كان ما تنضع سياسة قطاعية وضعت المعالم فكذا سنوات هذومة وتمشي الخمسة سنوات وشوف من ورد تري ما يشني فيه رأي الثروة منين جي هي مجموعة هو مجموعة القيمة الإضافية متاع شنية متاع كل قطاع إذا كان قطاع الفلاحة ما تصلحوش وماكش عارف وين ماشي وإذا كان قطاع صناعات المعمالية ما تصلحوش وين ماشي وعنده نوعين من الصناحات العاجلة كما قال ناجي قبلك والآجلة العاجلة تمشي تشوفوا اليوم عنا المؤشر الصينية عمدانا عنا قطاعات كيتونتران بسوفرير تمشي تشوف القطاعات هذومة معنى تتحدث معهم وتشوف وين مشاكلهم العاجلة وتصلحها وتبني للمستقبل لازم بعد ثلاثة سنوات تكون عندك سياسة لخلقت الثروة نقصت معنى الضغط الكل على ميزانية الدولة لأن يروا اشنو هو الوزير المالية يروا مش كل وزير المالية نحملوه معنى ما تقتاله به يجي يقولوا شبيك تزيد بالضرايب وشبيك معنى تحب تنقص أجور وكل شي يه لكن هو يتعامل مع خلق ثروة في البلاد اللي متى ماشي ثروة ما تحبت جيد سمحني سياسة الاقتصادية مش مسؤول عليها وزير المالية ياسب جدا اللي اعتقده وزير المالية هو المسؤول على سياسة الاقتصادية ما مش هو مسؤول عليها التشغيل اللي تحب الدخل لدي ستة مائة وقمسين ألف معنى الكل في الكل لأنه مش هو يدخل فيهم كل عام هو يعطي في الفلوس على قد مكانية الدولة دكسحات ديما شي تنور وزير المالية في مكان مش مكانه الكورة اليوم عند وزراء الاقتصاد وزير التنمية في تونس اليوم لأنا نقول ربما الرجل المناسب في المكان المناسب علاش لأنه جاي من الميداني لأعمال والتنمية جاي من الاستثمار ببناء الاستثمار والتصدير إلى غير ذلك ورجال الأعمال عندهم ثقة اليوم فيه إنسان كان يعيش معهم إنسان منهم نعتقد الثقة هذية ربما تخلي زينا مناخ الاستثمار يتحسن أكثر وربما ربما هو بيدو يعاون على تجييع الاستثمار وتجييع ربما معناه للتصدير عندنا مشكل كبير اليوم زينا كذلك في الصديرات سيد الولي رئيس الحكومة تحدث زينا كذلك على حاجة مهمة إيش نيه تحدث عليها تحدث على العاجل في ميزان الدفوعات هوني كذلك ونقول لك العاجل تسعة في المئة العز الجاري رأوا عندنا مشكل في الصديرات المتاعنا ومشكل في الواردات سيموحسن الحسن قبل ما يخرش عمل حاجة إيجابية موكل واحد نعطيه حقه في البلاد هذية ثم ناس خدمة البلاد وكانت مواصل تخدم البلاد جاء حاول يضغط على الواردات وحدد معنا نسبة من الواردات اللي يزم يضغط عليها تسعة واربعين في المئة من واردات لمواد السيلاكيين السيناعية تعرف ما ناس هناك كراها والبلازماء اللي تجيب فيهم والفريج دير سانكي توالج والموتورات متاع الكراها بالمستعملة والبيزيتاشي هذوم الكلون ثم تسعة واربعين في المئة تنش بتحكم فيهم واخذاء ما إجراءات باش تحكم في التوريد متاعهم عندك ستتاش في المئة المواد السيلاكية متاعنا هالكيوي وهالبانان والقلوب البيضة وهالي الناس تحكي عليهم من استورت فيهم ومفهمتني والتونسي مش عارفة اللي هذيك معلقة خراب الاقتصاد متاعه هو عطيه ما ينقش القلوب وما يموش من يجاية القلوب مع هذيك خراب قد تقرز للبلاد وعطيه رقم موطور معنا وما يموش من ينخرج بداية في هذية وقتين توصل أنا شو نقول نقول عن نتائج شهور اربعة شهور نشوف نتائج اللي بدأت وزارة التجارة ومشكورين الموديلين اللي خدموا معه على هذية أنا نقول للسي زياد انت ليوهم زرها كذلك بعد ثلاثة شهور اربعة شهور مش تقيم هالسياسة هذية وإذا كان ما ينش حدش بكلها مش تعمل مش تعدل بالي اخر يدوها باسيها دورتور بيزير دورتور بيزير بيزير شنو تمس كل القطاعات اللي قتلك فيها معناها استيراد ما يمشيش من صراح الموات ما يدخلش مصلحت بلد قبل كل شي معنا ما عاش تنقص ما عاش تعمل دي كتا تجب توقف حتى لمدة عام ولا عام كيف انت اليوم يجي تطالب النقابة تقولها وقف لي باللي الزيادة في الأجور ولا مستحقاتك اللي أنا الدولة صحيح معناها تمثل منتوجات الاستهلاكية اللي نجم نتخليوا عليها مثلا الشوكولاتة المستوردة البانان القلوب البيضة كما قلت انتي سعر الدينار وقتها يتحسن لأن العجل في ميزان الجاري متاعنا يرجع للمو الاقتصادي وتتحكم في ذي وتحسن الصديرات لأن سيد رئيس الحكومة تحدث عن الصديرات راهو شنو المتوجد اللي نجم يتم الضغط عليه حتى تضاح الصورة عند المستمع خطر كي نتكلموا بهاكا بمعناها ببعض أسمائي هذه قائمة كبيرة قائمة كبيرة نستوردو أعطيتك البعض اللي يعرف في الراي العام في الداول نعطيك حاجة أخرى بلا الموتورات اللي مستعبة نجيب فيها نمشي تمام منطقة كاملة مختصة في الهدايا ما وديك أسيد لرشوك تخرش المواد بيس دي تاشيز ما وديكم تخرش تم حاجات معناها نجموا نقصوا منها ولا نجموا نحدوا منها هدايا اللي نحدوا في الوريدات وما نجيبوا كان الوريدات اللي خلينا نمشي للاقتصاد ثم في الصديرات متاعنا كذلك شوف أنا عندي ونقولها معناها ربما لسد الوزراء تسمع المشكلة لليوم في الصديرات متاعنا ربما تنجمش يتحسن الصديرات تانا براسكلت معناها ناس حكمت في النظام السابق وخدمت معناها في المنظومة السابقة اليوم يلزم هدايا باش تعاية المسؤولين المراسكلين أنا أقول لك بعد توصل حتى نتيجة اليوم الصديرات متاعنا يجب تنظر لها معناها بإطارات شابة جديدة وعارفة الاقتصاد العالمي والماشي وعارفة الأسواق العالمية شنو حاجياتها وقادرة باش تقدرهم هدايا تبني بهم سياسة تجارية التصادية عالمية غزو الأسواق العالمية يتطلب اليوم وعنا في تونس الجامعة التونسية ما خرجت ما شاء الله من الكفاءات والإطارات اللي قادرة اليوم باش تعاون أي يزين المزارة وتقول له أنا الأسواق يلزم تمشي لها وكيفاش تمشي لها وبأي كلفة أنا أقول لك الهدايا ربما ملاحظة سياسية سياسوية يزين من المرسكل تعديونا الجديد ما قلتوا تحبوا شباب وتحبوا الوعد وعنا اليوم ما فيه من الشباب اللي قادر باش يخرج للبلاد هدايا ثم كذلك تكون يصدر تكون يقوم بعمريات تصدير القطعات هذوما يا أخي أنا أقول كما قلت السيزياد يمشي القطعات ما هي مشاكلك اليوم في التصدير كانت مشاكل معناية تمويل نحلوا المشاكل هذية وإذا كان المشاكل كما قلت ما عندك شكون يقرار لك اللوعد نوفروا لك الإطارات وكذلك وكذلك وزير الخارجية رأوا شوف في الطاولة هذية اللي قاعدين فيها أنت تعرف قداش من مسؤول سياسي يتعدى عندنا قدامنا هوني أنا وابو بكر وفي حملات الانتخابية والكل لهم يحكيوا لنا هلاش على الدبلوماسية الاقتصادية اليوم عندنا عام ويش في الحكومة مرناش دبلوماسية الاقتصادية ونتيجها نشوفوا تجارة خارجية امتالة شوفوا فانا أزمة اليوم فانا وضعية موجودة فلهذا ساعة نحن نحملوا مساة ملطقة لهابية وهي البعيدة لي قلتك وزارة مالية ما هيش مسؤولة ذوك على النموان اقتصادي والبنك المركزي في حد ذاته نقولوا سعر الصرف قاعد يضر اليوم ما هو شي معناه هو الطرف الوحيد هو القائم قاعد يقوم بتعديل وقام مع وزارة التجارة قام مع وزارة التجارة اخذاء إجراءات لتعديل هدايا فلهذا أنا نقترح بنا جملة من الحلول كان ما ترشمانا أولا البرلمان اليوم كدسة قدامه القوانين وما عاد قادر بشوصلها أنا نقول مساندت البرلمان بمجلس ببنها من الرجع ومجلس اقتصادي والاجتماعي يكون سند للبرلمان ويكون يخدم خدمة إذا فيها متكاملة مع البرلمان وضع الخطط التنموية متانا كذلك زي ما تكون واضحة يزينا كنا 21 سبتمبر وكان المخطط بشي تعدى ومجالة الاستثمار أنا الأوان هو بيدو قالها سيدرس حكومة تعدى دولة واسترجاعنا سق النمو النمو متانا وبالخصوص احنا مع السمرارية الدولة تباش حتى حد يقولك مع ضد الدولة ومستمر الدولة نحب الدولة توقع مع السمرارية الدولة أو هيبة الدولة إلى غير ذلك لكن استمرارية الدولة زالت تكون كذاش إذا كانت حدنا تكون نظام سياسي مستقر نظام سياسي مبني معناها على الاستقرار بيكونش بالهشاشة اللي احنا عليها اليوم احنا هشاشة قبلناها لأننا في مرحلة جديدة ولكنا نتعلم وكدها سنة أولة أو ستة سنوات أنا ويوقعو تعلم ستة سنوات معاشي أتعلم تتعلم عام واثنين كان قاد ستة أنا معاشي أتعلم أنا فات فيك الفوت أنا أقوله اليوم نحاوله نصلحه وإلى الواحد وثم مش نختم معناها ربما نضم صوتي نضم صوتي الأستاذ الصديقي معناها سي مصطفى كاميرا النابلي اللي يفو فارغ ريمو معناها ديت كاملة بتاع الفنانس بيبليك في تونس ولا بد منها كفانا اليوم عنا سانة سنوات الفلوس اللي اخذناها وين مشات كيفاش طرفناها وشنو ما مشاكلنا اليوم فو فارغ ديت يفو باسي بارسا انتي بناش خايف إذا كانك معناها كل شاي جايف بلاست وكل شاي مش لتزاحت البلاد بناش خايف وبره حملنا المسئولية أما خير نعرفوا الخطأوين ونصلحوا ولا نبنيوا كل واحد ونبعدوا الخطاب كل حكومة أنا راني جيت جبت لكم الحلول معا جبت الحلول الحلول معايا والحكومة السابقرة هي سبب هذه التهمة دي كل واحد يتهم فيها خلص لها ما توصل حتى شيء لبلاد ولا للحلول الترقيعية لا للحلول الترقيعية والحل راهوا كلمتين الكذبة الأخرانية اللي أنقذ البلاد من أزمة اقتصادية هاو الحل من أزمة سياسية هو قادر اليوم يعيش معنا في دونس يسمع فيها طوى بش ينقذ البلاد من أزمة اقتصادية قادمة الرباعي يولي خماسي ولا يولي ثونئي اللي أنقذ البلاد من أزمة سياسية خانقة وخلنا ناخده برينوبال والعالم يشد بنا هو قادر اليوم قادر اليوم بالدهام تيحهم السياسي وبالعمل تيحهم وقربهم من المجتمع التونسي من المشارع التونسي باش يحاولوا من جديد نعم كان خلقوا برينوبال ياخدوا اليوم رضاة الشعب التونسي أفضل من رضاة أكثر من برينوبال واضح جدا شكرا لك سي فتحي أعطيك صحة شكرا لك سيدة فتحي نوري أستاذ الاقتصاد